أصحاب الفضيلة والسماحة الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا شك أن الإنسان وهو يرى اجتماع الأمة على قضية فلسطين يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه القضية آيات في كتابه تتلى وأن جعل القدس مسر نبيه عليه وآله الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماء وربما لو لذلك لفاوضنا كثيرون من أبناء جلدتنا على القدس لكنني وإذ نأتي من فلسطين أنقل لكم تحيات إخوانكم في المقاومة في فلسطين الذين يؤكدون لكم أنهم على العهد وأن يدهم على الزناد وأن سلاحهم بإذن الله سبحانه وتعالى سيظل مشرعاً حتى تحرير كل فلسطين وإزالة الكيان الصهيوني من الوجود بإذن الله سبحانه وتعالى في صفقة القرن جمل بسيطة صفقة القرن هي اسم ملخص لمشروع صهيوني أمريكي يريد الاستلاء على أمتنا والاستلاء على ثرواتنا والاستلاء على أرضنا في إطار مشروع لتكريس هذا الاستكبار وهذا الاستعمار في المنطقة وفي العالم ومع الأسف هناك في أمتنا من تغريهم الدنيا ومن يعملون خدمة لهذا المشروع ويظنون أنهم بذلك يمكن أن يحظوا بجزء أو نصيب من الفوز وأنا أقول لهم سيكون مآلكم مآل العبيد الذين يستخدمون فإذا انتهت مدتهم جرى التخلص منهم أما الذين ينظرون اليوم إلى صفقة القرن على أنها محل مكاسب فنحن نعتقد أن أمتنا لن تسمح بذلك وشعبنا الفلسطيني اليوم موحد لإسقاط هذه الصفقة وأنا أعتقد أنها سقطت بإذن الله سبحانه وتعالى والدليل هو موقف الأمة من شرقها إلى غربها لا تجد في الأمة صادق ولا مخلص إلا وهو يرفض صفقة القرن ويرفض مفاعلها وأنا أقول لأهلنا وإخواننا في البحرين نحن نثق بكم ونعرف موقفكم ونعرف إخلاصكم لقضية فلسطين وندرك أن الذي يجري هو ضد رغبتكم وضد ما تريدون ونثق أن رسالتكم غدا ستكون رسالة واضحة ضد هذا اللقاء لكنني أيضا أضيف إن هذا اللقاء كان مخططا له أن يكون بحضور رؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء مالية لكن موقف الأمة الرافض وموقف قوى المقاومة الذي رفض هذا وموقف الشعب البحريني أحاله إلى ورشة لن يحضرها أحد ذو قيمة والذين يحضرونها سيكتشفون أنهم جاءوا إلى أمر مخزن وإلى مقلب كبير والذين يظنون أن إنفاق الأموال يمكن أن يغير مواقفنا عليهم أن يقرأوا ما نقرأه في كتاب ربنا الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون نحن ننتظر أن نرى كيف يتحسرون على الأموال التي أنفقوا وكيف يغلبون بإذن الله سبحانه وتعالى وعندها سيكون يوم نصرنا ختاما أيها الإخوة أؤكد هنا باسم شعبنا وباسم مقاومتنا أن الشعب الفلسطيني لم ينطلق في مقاومته منذ مئة عام ضد الاحتلال البريطاني ثم ضد الكيان الصهيوني ليقبل بيعا أو تسليما أو تنازلا عن حقه مهما بدى هذا الحق جزئيا أو صغيرا نحن نريد تحرير فلسطين من البحر إلى النهر نريد استعادة القدس نحن ندرك أن هذا حق لنا وحق لأمتنا وسنظل على ذلك ونثق أيضا أن أمتنا أمة دعمت مقاومتنا ورعتها وحمتها وهي شريكة معنا ولن تخذلنا وأقول هنا أيها الإخوة إننا اليوم رغم كل ما يحاول هذا العدو أن يظهره من سطوة وقوة نحن خيرا في حال هو خير من الذي مضى العدو للمشاهد